لما نتكلم على عنوان الندوة اللي هو دور المجتمع وهذا فعلاً يعني الندوة اليوم تتكلم عن شيء يلامس الواقع في المجتمع الكويتي مع الأسف الشديد يعني في السنين الأخيرة وخلونا يعني نتكلم على قراتهم في السياسة لأن السياسة هي أساس المجتمع من بداية الصوت الواحد قلت القوة الوطنية والتيارات السياسية وجمعيات النفعام في الحضور حضور الرأي يعني حضور حرية الرأي وخاصة الرأي المختلف ما نقول رأي المعارض حتى لا يكون الأمر يعني مسيس أكثر من لازم لكن هناك فيه رأي مختلف يعني بالضرورة إذا كانت هناك فيه قضية عامة فيه رأي موافق وفيه رأي معارض فبالتالي أصبح في الواقع الحالي بعد إقرار الصوت الواحد أصبح يعني الرأي واحد مع الأسف الشديد يعني الصوت الواحد أعطى يعني تكريس للرأي الواحد فبالتالي يعني حقيقة يعني الصوت الواحد أثر على الرأي العام في المجتمع الكويتي فبالتالي نحن لما نتكلم على دور المجتمع فبالتالي نحن لازم نحدد ما هو المجتمع أو ما هو بالأصح ما هو المجتمع المدني المجتمع يتكون من أفراد الأفراد يعني عبرون عن رأيهم بشكل منظم بشكل منظم عبر يا إما تكون بجمعياتنا في العام أو القوى الوطنية أو التيارات السياسية أو القوى الطلابية أو الإعلام أو يعني وسائل التواصل الاجتماعي فبالتالي لما أنا أعدت يعني الأشياء هذه المختلفة ونقعد يعني نناقش كل شيء ذكرته على يعني بشكل خنقول مدقق أو بشكل يعني تفصيلي نجد أن هناك غياب تماما عن هذه يعني العناصر الموجودة مثلا القوى الوطنية ما نتكلم اليوم وين القوى الوطنية في المجتمع الكويتي يعني ما نجد قوى الوطنية يعني من الأمانة لكننا بس نشوف لو نتكلم بشكل صريح ما نشوف إلا حدث موجودة في الواقع السياسي في ظل الصوت الواحد